السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم وتعيها أذن واعية صفحة أربعين نتأكد يعني نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا أنا حقرأ قراءة متأنية على الآخر وموضحة على الآخر واللي مش عارف أي حكم يبعث لي ويقول لي ارجعي راجعي الأحكام مرة تانية أو إنكوا عرفتوا خلاص الأحكام وصارت واضحة إنكم إيش جديد بأوضحه لكن كل الأحكام تقريبا هي هي إلى الآن ما تغيرت زي ما بحكي دائما وأبدا انتباه للساكن كتير أخطأك في الساكن وضع الساكن الرجوع إلى الساكن نطق الساكن على وضع الساكن إعطاء الزمن الساكن التفخيم والترقيق وتخلص التفخيم والترقيق من بعض البعض المدود وموازنة المدود موازنة الغنان كل هاي لازم تنتبه لها أثناء وانت بما تقرأ لأن قراءة سريعة هي العدو الأول والأساسي في عدم تصحيح التلاوة وعدم إتقان التلاوة فالهدوء الهدوء 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 نقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا قد بعث لكم طالوتا ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بستطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين سهله وما فيهاش هالصعوبة أبدا 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 ألم ألم ترى ترى يسحب الصوت إلى الداخل فقط المخرج هو هو سواء كانت مرققة أو مفخمة المخرج هو هو ولكن اللي بتغير كيفيه انا كيف اتعامل مع الحرف كيف افخم وكيف ارقب. الرا ترا را سحبت الصوت الى الداخل طبعا قلتلكم بمجرد ما تسحب الصوت الى الداخل يتقعر اللسان من طرفه ويستعلي من الاعلى من اخره. هاي كله يتملكيش دعوه فيها انتي بس يسحب الصوت كله تمام بصير. الى الملائم الى الملائم تحقيق الهمزة مع الكسر. من بني طبعا المنفصل حكينا انه ممكن تقرأ بقصر المنفصل تمام المنفصل اذا اي شيء منفصل عن بعضه ممكن تقرأيه بقصره اللي هو اتنين حركة. من بني اسرائيله عشان تقرأيه بقصر منفصل لازم يكون عندك المام بالمدود المنفصله والغير منفصله. طيب من بني اسرائيله اي الهمزة وكسرة الهمزة وتحطيق مخرج الهمزة. من بعد موسى موسى الضم لا يتحقق الا بضم الشفتين ومش بس اضم الشفتين لازم اتكئ اتكاء على الشفتين من قدام من هون. عشان يطلع معي مو ما يطلع مو او انا ها مو ضميت ولكن اتكائي في هاي المنطقة. غلط الاتكاء لازم يكون على طرف الشفايف على الاخر مو موسى اذ قالوا اذ في زمن اذ قالوا القاف والالف موفخمين والباقي لا. لنبي لهم هي اصلها. ولكن حركت بالضم منع اهتقاء الساكنة. لنبي له مبعث له مبعث له مبعث لنا ملكا ملكا نقاتل في سبيل الله. اكتر شي ما بتحقق الكسر. فانتبهوا خفض الفك ضروري في الكسره خصوصا اذا كان مرقق. قال هل عسيتم عسيتم في يا وزمن اليا وزمن الميم انتبهوا له. ان كتب عليكم كتب عليكم تتاب حركات. عليكم القتال برضو هنا حركت ميم الجمع بالضم لمنع الالتقاء الساكنين. القتال ألا تقاتلوا تقاتلوا قالوا قالوا سامعيني القاف قا واخدنا مخرج القاف. قلتلكو القاف هيك التضروبي قالوا ما فيه أي إيمالة ما فيه هيك خبط هيك لا هيك تمام قالوا وما لنا ألا نقاتل ألا نقاتل في سبيل الله ألا نقاتل في سبيل الله المدود الطبيعي ينتبهونها وقد أخرجنا وقد أخرجنا أخرجنا من ديارنا من دي من ديارنا وأبنائنا وأبنائنا تحقيق الهمز القلقل فلما كتب عليهم القتال القتال تولّو أنا ما الوقف على القتال القتال أنا بقرأ وصلا القتال تولّو إلا قليلا 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 منهم من من هم وَاللّو وَاللّو هنا 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 تنتبهي تحقق اللام الأولى المفتوحة وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَدْ سمعين قَدْ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ بَعَثَ لَكُمْ طَا قَدْ لُو تَ مَلِكًا في حال الوصل مَلِكًا قَالُ مَلِكًا سمعين الغنّة مَلِكًا قَالُ أَنَّ قَالُ أَنَّ في حال قصر المنفصل أَنَّا يَكُون أَنَّا يَكُون لَهُ يَكُون لَهُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا أَنَّا يَكُون لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَنَحْنُ أَحَقُ أَحَقُ يَقْبُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ هَسْتَ هَسْتَ إِنَّ اللَّهَ الْمَالِ لَا مِنْ لَفِضَ الجلالة والصال والطع مفخمين إِنَّ اللَّهَ بابتسامه هتطلع معك إِنَّ اللَّهَ هَسْتَ هَتِنتَبِ عليكم وزاده بسطا 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 انتبهوا ان ما عملت هيك بسطا هتطوع معك بسطا بس بسطا فاعمل الحركة اللي انا عملتها بسطا في العلم والجسم والجسم والله يؤتي والله يؤتي ملكه فيما الطبيعي ملكه من يشاء واكفي على همزة واخد نفس من الانف عشان ما تريحيش من الحنجة من يشاء غلط اه 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 اي حركة غلط انا ريحي من انفك خلاص امورك بسر تمام وَاللَّهُ وَاسِعٌ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ رجع الى الساك لَهُمْ نَبِيُّهُمْ نَبِيُّهُمْ هنا نبر عاليا إن آية ملكه هنا منفصل ممكن تقرأيه بقصر منفصل اثنين ملكه أن يأتيكم هنا طبعا يأتيكم صارت ضم ليش ضمت الميم واي يالا قول يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم من ربكم من رب الرأة الأولى من ربكم وَبَقِيَّةٌ وَبَا وَبَقِيَّةٌ مِمَّا غُنَّ غُنَّ نفس الطول نفس الشيء تنويل مع الميم صارت ميم مشدد والميم المشدد يجب أن يكونوا نفس الطول انتبه وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ 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 آ تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَا مش هارون انتبه وَآلُ هَارُونَ هَا وليس هَا هَارُونَ وقلت لكم الهمزة والها والعين والها والوا واليا بابتسامه بس تَحْمِلُهُ 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 الْمَلَائِكَةَ أَلْمَلَا أَرْبَعَ حَرَكَاتَ أَوْ خَمْسَةَ أَلْمَلَائِكَةُ أَلْمَلَائِكَةُ أَنَّ فِي ذَلِكَ أَنَّ فِي ذَلِكَ نفس الطول مدود الطبيعية لَآيَتَلْ لَكُمْ لَآيَتَلْ لَكُمْ تَلْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ شايفين الرجوع للساكن والغنى على وضع الساكن إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ لا إله إلا الله وحده ولا شريكة له له الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربي هب لي من لدونك رحمة وهيئ لنا من عمرنا رشادة ربي إني ما أنزلت إلي من خير فقير لا إله إلا الله سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك